طيب بسم الله الرحمن الرحيم يبقى احنا بنتكلم في الكورس ده على هدفين كبار مراجعة ما تم دراسته وطبعا في الحالة دي هيبقى عندنا تركيز شوية على بعض المفاهيم يعني مثلا لو كلنا فاكرين يعني ايه variables او كلنا فاكرين يعني ازاي نكتب بابستركت هنرجعها تاني لو لقينا ان احنا فاهمنها كويس ومطمنين للاركان بتاعتها ومعناها ايه هنتحرك على كله لقينا انه محتاجة شوية تركيز نرجع التركيز ده علشان نوازن ما بين الحاجة اللي مش فاكرينها ونتذكرها تاني ونشرحها وما بين الحاجة اللي فاكرينها عشان نطبقها لازم كل واحد فينا يبقى عنده مشروع كل واحد فينا كل واحد فينا عنده البروجيكت بتاعه ممكن الاستاذ عبدالله يقول انا البروجيكت بتاعي هي الكورس مثلا research assignment اللي بيقدم للمادة دي بالوقتي في الدكتوراه ممكن الاستاذ محمد اسماعيل يقول وانا كذلك عندنا دلوقتي طالبين literature review هركز فيها كده ممكن الاستاذة مروى والباشواندس مطفى يقولوا لا احنا ما عندناش مش enrolled وارنوت yet enrolled within a doctoral degree مش مش مرتبطين بدراسة معينة انما احنا عايزين نحدد فكرة او موضوع والفكرة او الموضوع ده هنبتدي نكتب عليه paper دلوقتي حالا ورقة بحفية وكذلك الاستاذة هذية وكذلك الدكتوراه نقول ايه نقول لا احنا هنحدد موضوع والموضوع ده كل فكرة انا اخدها جديدة ازاي نكتب title ازاي نحدد ازاي نبتدي نعمل methodology ازاي نقرأ literature ازاي نعمل documentation يبقى بنطبق ده على فكرة بنطبق ده على مشروع ويا حبازة ويا light لو عرفنا نتفق عليه النهاردة لو قدرنا النهاردة كل واحد فينا يطرح علينا فكرة او يطرح علينا رؤيته انا بفكر عامل في الموضوع ده وبالتالي يقدر كل مرة يجيب لنا تصور كده او draft او يبعتها لي حتى على اليميل انه ده او ده التصور او ده زي اما كنا بنعمل في كورس research يمكن بس الاستاذة ايا والاستاذة عبدالله ما كانوش معنا في كورس متكامل كده من اول الاخر كنا بنعمل ايه كنا في كل محاضرة من عشر محاضرات ما بين كل محاضرة والتانية كل واحد بيدرس بيبعت لي research progress فاللي قلته النهاردة اتطبق خلال الاسبوع وبعته لي ورجعته واطلعت عليه ودته تعليقات المرة اللي بعدها او اللي بعدها بكتير فبيبع عندنا دايما دراسة تطبيق مراجعة دراسة تطبيق مراجعة وشغال كده طول وقت فلو قدرنا نعمل ده هنا هيبقى ممتاز عندنا فريق ممكن يكون مهتم بالرسالة بتاعته يشتغل في الرسالة ويكتف فيها عندنا فريق مش مرتبط بالرسالة يبقى يختار موضوع ياريت نقدر نكون خلاصنا جزء كبير منه هنا يبقى المتبقي بعد الكورس ده انه هو يجمع ونبتدي نتكلم في ونختار بقى الجورنال اللي ننشر معه فمهم تبقى مشغول من اول لحظة وهنا تاني بفكركم بالسامبلز الاخيرة اللي انا نشرتها ودي برضه عايز ابتدي هنا معلش ان انا اورها لكم لانه دي ممكن تبقى مفيدة جدا جدا بان احنا نتحرك بيها في الاول يعني فلو الشاشة الشارد طلقت عندكم وقلوا فلو شفنا هنا كده دي اخر مجموعة بيبرز انا ان شابتها فخلينا نبدأ من هنا مثلا او بيزنس ريسيرش برسبكتور دي بتتكلم على بالتعليم الهندسي في مصر طيب ايه ميزتها ميزتها او القيمة في البيبر دي بالنسبة لنا هنا ان احنا ممكن لما نبطلع على البيبر دي نعرف نكتب بفنشان بشكل كويس بشكل جيد شوية البيبر بتستخدم النفس الستاندرد تايتل طبعا ابستركت الكي ووردس اه مجموعة الكي ووردس نكبر شوية الكي ووردس اللي في الريسيرش ده الانترودكشن هنا عمل بريفند باستخدام البطاية وبعدين الإنتروديووجي قديل الموديل وهو اللي احنا كنا درسناهه بالكتو طبعا هراجعه هنا معاكم على قول عبارة عن ايه؟ وده على فكرة اتعامل عليه تطوير شوية يعني اتعامل عليها تطوير شوية في موديل جديد لحالة بتاعة الوامرات التي خاصة بالبantingة والدعوشية ومشابه تعديل على بعض من المكونات الى هنا عشان تناسب اكثر شويان فحتلاقوا مثلا هنا ده بالنسبالك كـ Paper هي تنبلت بتتكلم على جزء جزءهم الـ planning، الـ organizing، الـ leading، الـ controlling بتتكلم على الـ organizational levels المختلفة بتتكلم على الـ structure، ازاي تقدر تعرض الخدمة اللي موجودة هنا الـ system أو الـ processes ماشية ازاي في التعليم الـ finance، التمويل، الـ information technology، حاجة حاجة فهي الورقة في حد ذاتها، ورقة بتمثل تطبيق لوسيلة تحليلية الـ analytical تماما لـ case اللي علاقة بالتعليم الهندسي في مصر بتستخدم الـ elements بكثافة والحمد لله قبلت ونشرت مش فاكر امتى يعني بس اظن شهر كان، اظن شهر ستة عشرين عشرين من شهر كده أو شهرين فبالتالي دي واحدة من الـ templates المهمة جدا فيه template تانية أو فيه ورقة تانية بتتكلم على الـ co-working spaces الـ co-working spaces ودورها في الـ entrepreneurial growth زي انه رواد الأعمال ممكن يحصلهم حالة مواحية باستخدام الـ co-working spaces أو خدمات الـ co-working spaces ودي كان التطبيق على فين هنا جماعة بتوعصيوت co-working space اسمها step co-working space فأسيوت أهي شايفين يا جماعة بتوعصيوت خان مروة ومصطفى متابعين معي مروة ومصطفى مع حضرتك يا دكتور اهي كيس جاهزة اهي احمد نوالي ده دفعة طبعا قريبة جدا كان السنة السنة يعني انهى السنة اللي فاتت وخد الشهادة السنة ده الـ co-working spaces على الـ entrepreneurs growth in upper Egypt في الكيس بتاعت الـ co-working spaces اسمها step برضو abstract keywords introduction والintroduction برضو باستخدام الـ 9 elements عمل analysis يمكن هنا الـ analysis التركيز قوي على انه يقيس الـ growth مش انه يعمل analysis فقط فهتلاقوا الـ 9 elements كده خلصت اهي ودخل في الـ literature طريقة عرض الـ literature هنا مميزة قوي يعني او دي اضافة للـ paper دي مهمة الـ literature بتتكلم زيه على حالة الـ performance وربطه بالـ growth بتاع رواد الاعمال او الـ entrepreneurs فجايبة اكتر من الـ model وعرضه خلي بالكم الـ paper اللي قبلها ليه كانت بتتكلم على الـ business perspective ليه التعليم الهندسي كانت بتحلل فقط الـ context لا هنا اكتر شوية حللت الـ context وتناولت الـ literature واختار من الـ literature واحد من الـ models دي وبانى theoretical framework فحتى ده مش كده بقول لكم ده اقرب لـ template بالنسبة لكم ايه فاختار الـ model واضاف عليه الـ moderating variables دول اللي هو الـ gender والـ unemployment والـ facilities ويطلع على hypothetical statements وبدأنا نجمع data جمعناها بـ unstructured interview وجمعناها بـ questionnaires اللي اثنين مع بعض وبالتالي بقى عندنا حاجة كده زي blended او يسموها mixed يعني بس يمش مكسد قوي دي والي يعني methods جمعنا بطريقتين واضي الـ data analysis وخلصة الـ paper وقشرة الحمد لله في paper تالتة برضو انا بتكلم فقط على الـ papers اللي هي الـ very very recent يعني role of the role of human resource management دور human resource management في اتجاه دعم الـ وواحدة من الافكار اللي اقدر اقولها لكم الحياة دلوقتي انه اي paper تعملها دلوقتي وفيها الـ لها اولوية في النشر يعني بتتراجع اسرع ويبقى لها اهتمام اسرع في كل الجورنال والحاجة التانية الحياة لما بتتخلص وتتشر بتعمل لك traffic او بتتشاف كويس اوي لانه كثير من الاماكن اللي بتعمل citation و اللي بترتب وتربط ما بين الـ papers وبعضها بتهتم اوي بالـ اللي اسمه فبالتالي تلاقي عليها اتقارة فالـ paper دي مسلا اتقارت اكتر من الـ paper التانية بتاعت الـ كتير جدا اروها وتطلعوا عليها عملوها download عملوها review وبدو عملوها لانها بتحاول ترصد الواقعة نفس الفكرة تاني استخدام برضو وبعدين دخلنا على literature واخترنا واجمعنا data بس data هنا الجمع الـ data والاناليسيس كان بشكل اقوى شوية من الـ فعرض وعرض وعرض وقال في الاخر الـ impact check ليه طلع بتوصيل دي الـ paper التالتة دلوقتي دي كانت اهي الـ paper بتاعت الـ business perspective خليه على جنب انا الـ paper الرابعة لان انا بعتبر ممكن الـ 4 دول يعني غالبية المحتمل تشتغله كـ هو ما بين الـ 4 دول ما بين الـ 4 نمازج دول والحقيقة ان كان عندي نية وانا بعملهم ان نعملهم بتنوع بترتيب مطلوب انه يبقوا تستخدم في الحالة فدي بتتكلم على تاني التعليم الهندسي بس المرادي تحليل اصحاب العلاقة stakeholder perspective اصحاب العلاقة اصحاب المصلحة هم مين ورأيهم ايه واستخدمنا فيها طريقة مختلفة شوية اسمها narrative qualitative approach واحنا من ادوات جمع الـ data الـ qualitative اللي هي الغير كمية بان انت بتعمل مؤابلات مباشرة اسمها interviews لا مختلفة شوية عن الـ interview من حيش التعريف فالـ paper دي برضو بتعرض الفكرة ايه ادي الـ abstract الـ introduction استخدمت جزئيا الـ model of the nine elements حدد شايفينهم حدد هما مين الطلاب الـ fresh graduates الخارجين من المهندسين الـ professional engineers الـ academic staff وكل واحد من دول حطوا لهم اسئلة للنقاش معاهم وبدأنا نتناقش معاهم استخدام الاسئلة دي اللي هي جاية من وعملنا جدول يقول كل واحد من دول اتكلمنا معا في ايه وقال ايه فنتج عندها التحليل اللي قلنا يعني بشكل وثيمز يعني طلع اطر معينة او توبهات كده فكل ثيم من دول عرضنا وعرضنا الملخص بخير وطلعنا conclusion انا في تصوري تقدروا تفكروا استخدام الـ الـ 4 papers دول على مستوى تاني templates يعني ابقى شغال على انا اقرب لانهي في دول هل يطرى هشتغل qualitative اكتر ولا هشتغل quantitative اكتر ولا هشتغل بحاجتين مثلا الـ interviews مع questionnaire فمن حيث التطبيق دي نمازك عايز نتحرك نعمل اقرب ما يكون لها علشان تسهل عليك في خطوات كتير جدا طب هل ده معناه الشرح فين بقى التفصيلي او ما هنبتدي بقى يقول خلي بقى الـ templates دي على جنب وانت بتختار topic او الموضوع بتاعك خلي بالك انك تحاول تختار الموضوع وتختار template من دول تكون اقرب لها يا طرى انا اقرب لانهي لدول طبعا ده يستلزم ايه يستلزم انا اخد نظرة عامة اسف ادق شوية من النظرة السريعة اللي انا عملتها دلوقتي على الاربعة وبالتالي هكون اقرب لانهي سهل كده هل في اي سؤال في الجزئية دي؟ بخصوص الـ COVID-19 هل يصحني متى انا اعمل ابحاث عنه هو لسا امنتهى شوفت انا التعليق بتاع شوفت انا التعليقات شوفت التعليقات اللي بعدتها طبعا بس يعني يعني عندي تحفظ صديد طبعا على التعليق يعني ما احنا دايما في اي حاجة بيبقى عندنا اوقات القياس يعني قبل قبل يعني افترضنا انا هعمل تجربة تعليمية معينة او تجربة في البيزنس معينة او زي ما كنا درسنا هكنترول المعينة فقبل ما غير بقيس فالواقع الحالي بقيسه وبعدين بقيس بعد ما غيرت بعد ما حصل التغيير طب هل يمكن ان انا ايس في النص؟ ايوة لو الفترة اللي في المنتصف دي فترة كافية حقيس التغيير فيها طب ماشي بس هو لسه اثره لم ينتهي طب وماله ما انا بقيسه اثره لسه شغال وبقيسه الامباكت بعد ما خلص هيكون شكل الاختلاف دي فما فيش ما يمنع ابدا يعني انا استغربت واحدة من الحاجات اللي بقولك عليها انه تعالوا كده اوريك مثلا اهو يعني مثال صغير خالص على موقع من المواقع اللي هي بتجمع scientific researches وبتنشرها يعني وبتشير اليها وده صفحتي علي يعني ادي research gate research gate موقع مواقع البحثية اللي البحثين والدارسين بيحطوا فيه شغلهم وكده يعني فده ال profile بتاعه هنا اهو فيه جزء section كده عن كوبيد 19 ورح فين ايش هتشوف ادي ايه كم ال researches اللي موجودة على الكوبيد بص شايف هنا يا استاذ عبد الله يعني تاب مخصوصة الوحدة الوحدة مكانتش موجودة دي قبل شهر ثلاثة كان موجود هم questions و jobs لو رحت شوفت ال researches بتاعتي هتلاقي ال paper اللي هي فيها كوبيد 19 ليه اكترهم قراءة وطلاها ومتابعة من الناس فهين هنا الارقام مشايف دي مثلا لو بصينا الاول فحيف ال speak hàng泉م صافحة الوحدة والكلمة تقعلك ال advances اللي معمول على كوبيد مينتين قديه مختلف التخصصات بس مجرد انه درس حاجة اسمها كوبيد مينتين هتلاقي يعني مش عايز اقول ملايين بس هتلاقي الاف من البيبرز تتنوع وبعدين اسماء عملاقة في مجال يعني هتلاقي حاجات عملاقة جدا شغالة عليه ولو انت بس عملت اي او عملت اي يعني او عملت يعني هيبعتلك كميات ضخمة جدا من فالفكرة بس التعليق اللي جالك انا يعني مش موافع عليه خالص ويمكن اكاد ما اكون مزهول منه شوية انه ازاي ده بيتقالوا احنا اصلا كل الناس بتجري تدرس وتقول ايل حا ادرس كوبيد مينتين قبل ما يختفي سيرو ستاتيستيكس مسلا ايه يعني عشان ما اخدش وقتكو كتير بس انا انا بحاول اطلع لكم ان البيبر دي اهي والله او بانتقى بص بص يا فندم الرول في كووركينج سبيسيز الاتنين طلعين مع بعض وفيه من نفس الجهد العلمي يعني انا برضو بقول لكم ان الجهد العلمي مسلا المبزول في البيبرز التانية يكاد يكون اكبر من دي بصيح اتقارت كم مره اتقارت كم مره اتقارت كم مره بلاس تلتمية تلين عشان هنا بلاس سيفن بلاس سيكس دي مثلا البيبر دي اللي هي معمولة من يوليو الفين وتمنتاشر وهي حتى معمولة من قبل كده بس التاشرة نتأخر شوية دي كمان بيزي ترسيرش ده اللي هو الاطار بتاع فرست اللي خضرت المؤتمر بديعه ده فرست نفسه بايفر بتاع فرست نفسه فبالتالي ما نقدرش نقول انه اسناء حدوث شيء ما ينفعش ندرسه لا احنا ده قبل واسناء وبعد هل بقى فكرة صعب ولا سهل ولا ايه ما فيش مشكلة الجماعة اللي شغالين في مشاريع سواء مشاريع تنموية او مشاريع بيزنس او غيره هل اقدر ايس او ايس الامباكت او ايس ده اا بعد فقط قبل فقط اثناء فقط لا في التلاتة وكل واحد فيه ما يبقاله صعوبته او التحدي بتاعه حسب الكمتكست حسب السياق اللي انا مشتعل فيه فما نقدرش نقول قوي انه ما ينفعش او انه ما يبقى يخلص نبقى نيس اصعره اه دي حاجة تانية اذا ما فيش ممنع ان انا ايس دلوقتي اه 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 واضحة كده يا جماعة لو اللينكس دي ما لقيتوهاش بس هي موجودة اه اه حتلوه عندي على على الويب سايت عندي هتبقى مترتبة تحت بعض استعملوه ما لقيتونش برضو اعملوهم جروبينج وابعتهم لكو على الى على الجروب اللي ما بنا على الواتسل اي اسئلة اي سؤال هنا تمام طيب لو لو روحنا كده مع بعض نراجع تاني الخطوات الاساسية يعني احنا بنتكلم على الريسرش انتو يمكن فاكرين الى السلايد دي كانت بتتكلم على الخطوات بشكل عام واحنا فين من الدراسة واحنا فين من الماجستير واحنا فين من ايه من الدكتورار فبننبه انه كويس قوي محتاج تطبق الستة ستبس. واحنا تقريبا بنبقى شغالين على الستة ستبس دول لما بعد خلص دراستك خالص بيقول لك لو سمحت انت هتعمل ماجستير او هتعمل دكتوراه فلازم يبقى عندنا مجمل الخطوات الستة دول. حد فاكر الستة خطوات دول كان اسمهم ايه? واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اللي هي بروبلم ديفينيشن بروبلم ديفينيشن لتريتش ريبيو. بروبلم ديفينيشن دايما اتفقنا لها مش لازم تبقى مشكلة. ممكن يبقى هو ده الموضوع اللي بتحدد الموضوع البحث يعني. السياق اللي هتدرسه يعني. وبعدين ومراجعة ادابيات. وبعدين او ما يسمى بالمنهجية. وبعدين الجزء الخاص بجامع الديتا. الجزء الخاص بالتحليل للبيانات دي. وبعدين حد فاكر الستة دول كان اسمهم ايه? دول. اللي هما بينتجوا تيسز. مين يقول لي فاكر اسمهم ايه? حد فاكر? هدير. يا هدير. اين عندي? حد فاكر اسمهم ايه? اقول انا? اقول? محمد اسماعيل فضل. اه هل ما هي انا مثالي هي اه دي او يعني. اه بس اه احنا كنا بنعمل قبل اه حاجة اسمها فا يمكن ده اضع حضواتك عليه. لا هو جزء اه من 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 التلت الاول او جزء من الثلاثة الاولانين والمص الاولاني. الطريقة اللي كنا بنعمل بيها الستة دول اسمها دي داكتف. اسمها دي داكتف. يعني ايه داكتف? يعني انت بتحدد موضوع وترجع للساينس او للتريتشر. والموضوع اللي اخترت له هذا التحديد واخترت له التريتشر دي بتشوف العلم المناسب لي ايه? والعلم ده تاخده تطبقه في شكل ديزاين. الديزاين ده يبقى قابل للاختبار لما تجمع له داتا. يبقى دخلنا في عملية اختبار حقيق. او فحص او تطبيق. وبعدين نتحول الى الاناليزز والكونكروز. الستة مع بعض هما دول اللي يخليج تنتج رسالة علمية او ورقة بحفية. او تاخدهم بشكل مصغر وتقول انا بدي لك بس بروبوزل. هل حد هامل بروبوزل وهو يكون جامع ديتا? لا. فغالبا البروبوزل بيتناول جزء مصغر من التلاتة اللي في الاول. واحد اتنين تلاتة. وبالتالي الست خطوات دول طريقة اللي اسمها دي داكتب. الطريقة اللي اسمها دي داكتب دي كانت توصيل المعنى. لان ده مهمة قوي يعني نستوعب ونحن بنشتغل علشان ننتج بقى طريقة ننتج ايه? اه وبرده نبتدي نفرق ما بين مرحلة شوية الماجستير ومرحلة الدكتوراه ممكن يبقى دورنا واسهمنا العلمي اكتر في انهي اتجاه يعني. فقادي الشكل ده مثلا اهو. لما يظهر عندكم بقى دوني اه خبر. ظهر كده. اه اه ازاي بنعمله ازاي? وخاصة الجزء الديدكتب. طبعا هنشرح معا كمان الاندكتب يعني. احنا اول خطوة بنعملها ايه? يعني ايه? هل لازم تبقى مشكلة? لا مش لازم. هو تحديد للموضوع. تحديد للسياق. تحليل السياق ده. مسلا انا بعمل تجربة تنموية معينة. او تجربة تعليمية عند الاستاذ عبدالله في المدرسة. او تجربة مثلا عند الدكتورة ايه بتتكلم على التوقف عن التدخين او التعاطي للتدخين او التعامل معاه. ونفسية المتعاطي ويقدر يقلع ازاي ونعمل معي وهكذا. او الاستاذة مروة او الاستاذة هدير في ايه مشروع تنموية هيقيسوا الاسعى لعالفاب نقول عرفنا الكونتكست. عرفنا السياق. اعمله تحليل. وهنتكلم على المكونات التحليلية للسياقات باشكال مختلفة. ممكن يبقى. وفي موديل تاني طورناه من حوالي 11 مكون للعملية اللي هي خاصة بيه تنموية او تعليمية او سايكولوجيا. بتتكلم على استيكولدرس. لو انتم شايفين الكلمات الصغيرة اللي هي مانية. بتتتناقش مع الاشخاص او الجهات اللي ليه علاقة بالموضوع عشان تعرف يا ترى المشكلة حدودها ايه. وبالتالي بتخرج من هنا معك سؤال بحسي او اسئلة بحسية. اللي هو مثلا ميجر رسيرش كوستشن او مينا رسيرش كوستشن وبتطلع معك وبيتطلع معك تصور مبدئي للمشكلة شكلها اعمل ازاي. التصور المبدئي ده بنسميه كونسبشور موضوع. ده الكنسيب اللي بناه الرسيرشور هي المشكلة عبارة عنه. طيب لو خلصنا ده نعمل ايه? نتحرك لمنطقة الليتراتش ريفيو. يعني ايه ليتراتش ريفيو? يعني ارجع للساينس. ارجع يا ترى الليتراتش ريفيو بتقول ايه? اعرفنا عليها. ده ايدنتفكيشن. ايدنتفكيشن. قيمها. ما انت هتعرفنا على عشرين حاجة او تلاتين او اربعين او خمسين ايه كان العدد. لما تعرفه لنا قيمه. تقييم من باب ايه? ان هو كويس ولا وحش? لا. ملائم للاستخدام عندك ولا لا. لانه او من الاصل نشر علميا. يعني تراجع وطمننا انه علم ويستخدام. فكرة هنا ان احنا بنقيمه. خلي بالك حضراتكو تاني انا بقول كلام لسه عام. اه على البروسيس كلها. لما ممكن نتكلم في كل واحدة من دول هنتكلم بالتفصيل. والدوكمنتيشن. انك توسق التعرف والتقييم بشكل واضح باستخدام الامريكان سايكولوجيكال اسوسيشن او اي ستاندر تاني. زي مثلا اي تريبل اي او غيره. اللي هي ازاي هتكتب سايتيشن. ازاي هتكتب كوتيشن. ازاي هتكتب ازاي هتكتب ازاي هتستخدم افكار ورسومات ومحتوى من عند الاخرين. طيب خلصنا ده. ندمج الاتنين مع بعض ونعمل ديزاين. طيب الديزاين ده اللي هو بيبقى ايه? اللي هو اسمه ريسيرش ديزاين. او انت بتعمل رسالة. اه الرسالة دي ممكن تبقى بتتحول لبيبر او انت بتنتج بيبر على طول مش هنسميها بقى رسيرش ديزاين. ممكن نسميها اكتر المنهجية. يعني ايه المنهجية? يعني نسألك يا رسيرش. اللي جبته من الساينس. اللي جبته من الليتراتشر هنا ده. اخترت دي. مع البروبلم دي. ده مكتوب ازاي? هتعالجهم ازاي? هتجمع عنهم ديتا ازاي? فبتقول لنا فيه بتقول لنا الهيبوثيتيكال ستيتمينس. لو هي اكتر اه رقمية او بتقول لنا المصدر اللي هتجمع منه الديتا. ايه المصادر بتاعتك? وهتبني انت المصادر ازاي? بتقول لنا الطريقة اللي هتجمع بها المصدر. يعني يا ابني مصدر يعني هترتب الفصل التعليمي ده او هترتب العمل دول هتحطوهم في واتهيق لهم مناخ معين عشان تيجي تجمع بي ديتا او تجمع منه ديتا باستخدام بقى انتربيو او غيره. ازاي هتاخد عينة? وهل محتاج تاخد عينة? ولا هتجمع من عموم الناس او المجتمع اللي انت حددت عليه مش من مجتمع المصري ولا السعودي ولا الافتان طلاح. المجتمع مقصود بيه الناس اللي هم يطبق عليهم هزا للك. الجزء ده استاذ محمد اسماعيل. ممكن تعمله كأنه كده ساعتها بقى اسمه ايه? يعني ايه الديني يعني بيقولك حدد لي كده تصور عن المشكلة اقرى جزء من واعمل تصميم او منهج او اطار نظري للبحث مبدئي. لو عملنا ده ده اسمه. واضحة كده استاذ محمد اسمعيل? تماما. طيب امان لو استكملناه يعني لو عملت مسلا اربعين خمسين في المائة وثلاثين في المائة وثلاثين في المائة وعشرين تلاثين في المائة ريسيرش ديزاين اه هو ده اسمه لو كملته بالكامل لا يبقى انت كده استكملت كأنه بقى في الرسالة بتاعتك شابتر وان شابتر تو شابتر ثري لو الناس اللي بتعمل بيبر يبقى انت كده تقريبا خلصت نص بيبر بروبلم ديفينيشن دي بتبقى اربع خمس صفحات يعني مش عايز اقولها بالصفحات هي من حيث البيبر الناس بقى اللي رايحة تنتج بيبر اللي هي تنتج بقى ورقة بحثية الورقة البحثية يا جماعة بتبقى في حدود تمنتلاف يعني الى عشرة ستلاف كلمة لو قلت قوي بتبقى ستلاف فخليني اقول الافرج من ستلاف لتمنتلاف من ستلاف لتمنتلاف يعني تقريبا عندك منطقة البروبلم هتاخد الف 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 فقدي تلتلاف وما للتلتلاف اللي بقين هقضيهم فين وانت بتعرض الديتا كوليكشن والاناليسس بتاخد منك حجم او كمية شوية طبعا التقسيم الداخلي ده مش الستندرد ده وستلاف او تمنتلاف كلمة انا بس بقولوكم الخبرة بتروح لفين لو وفقنا لك بعض الخط المناقة ده الديتا يبقى تروح تجمع تعمل بقى الكوستشنير تعمل 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 بتاعتك وبعدين تمسك الديتا دي وتعمل لها هنا الكلمات يا استاذ عبدالله واضحة شوية الكلمات ظهرها هاعمل بايه اما الاناليسس كواليتيتف او كوانتيتيتف تستخدم اساليه بكمية او لا لو طلع وفايندينجس هتبقى فعليا بترد على اصل المشكلة اللي انت قفرتها هنا عشان كده انا كاتب هنا كونفيرميك ده موديل يعني كونفيرميك ده موديل الكونسيبشو الموديل اللي اطلعت بيه هنا واتطور بالليتريتشر واتعدل ووصل لديزاين احدت الديزاين ده فحصته بديتا كوليكشن وعملت له تحليل فطلعت فبالتالي ارديت على الهيبوثيكال ستيتمنس موجودة ولا مش موجودة وعلاقتها بين ايه المعروض قدامنا ده اسمه ايه قبل دي المعروض قدامنا ده اسمه ايه دي داكتف بابروتش الطريقة اللي اسمها دي داكتف بتنتج ايه بتنتج ايه بتنتج ابلايد رسيرش فالطريقة غير المنتج اللي قدامنا ست خطوات دول يرمجل ايه يا جماعة للطريقة طب المخرجات المنتج لما تديني داكتف ساعتها رسالة اقول دا اسمه بحوث تطبيقية لما تديني بيبر اه ابلايد رسيرش بيبر وتنشر في كده ولما تشوف الجورنالز اللي بننشر فيها هتلاقي الجورنال بتقول انا بستخدم او بستقبل ابلايد رسيرش او بستقبل بيزيك واحنا ما ينفعش تجمع ما بينهم بيبقى صعب شواله لو حصل بقى وان احنا حصل عندنا حالة التراكم لعدد من الابلايد رسيرش في موضوع معين مثلا يعني الريتنشن او احنا بنقيس البرفورمانس في صعيد مصر او في جنوبها او شرقها او غربها او البلا كلها والتراكم ده اللي هو الشكل اللي عمال يلف ده التراكم ده من البيبرز اهي شايفنا نفس الشكل ده بس مصرر واحد اتنين تلاتة اربعة او وصلنا عند الريسيرش الرابع او يعني الاربعين او الربعمية او الاربع تلاف لما جمعنا دول مع بعض ودمجناهم بحالة مختلفة احنا كده تحولنا من الديدكتف ابروتش للإندكتف ابروتش يعني ايه إندكتف ابروتش؟ هو التراكم بتاع الديدكتف كأنني جمعت ديدكتف ابروتش متراكم وحولته الى basic research التحويلة دي نتيجة ايه؟ نتيجة ان انا اعتمدت على scientific research كتير هون موجود ودمجت المخرجات بتاعته حتى انا انا مش هايز كنتبه confused لو سوري الكلمة مش مقصود بيها بس ايه ممكن توحي بكده ايه مش مقصود بيها ان هو ده عبارة عن الـ Inductive research اللي هينتج التراكم الكمي الجمعي من الـ Research واضحة كترة ثانية رجع الثاني للشاشة ظهر عند حضراتكو ايوه تماما تمام تمام فالإنداكتف ده هو اللي هيجمع الاوتكمز والكونكلوشنز اللي موجودة هنا من السي سي سي العربعة دول طبعا اربعة مش هيكفي اربعمية اربعة تلاف وتنتج بيزيك رسيرش تنتج لنا ايه بقى تنتج لنا نموذج تنتج لنا كونسبت مفهوم معين تنتج لنا اه نظرية موضل يعني او ثيري او طيب عبارة عن ايه عبارة عن الكلكتف فريبل عشان كده بقى مهم من التكلم يعني ايه فريبل هتنتج كولكتف فريبل او كولكتف فريبل هيلي دي اللي شاملة ده طب انا دلوقتي انا بعمل سيرش في الاول هل مطالب اكتر بالإنداكتف ولا دي داكتف لأ مطالب اكتر بالدي داكتف يعني المفروض نطالب السادة بحيسة الدكتوراه بالإنداكتف اللي هو كأنه اخد مجموعة تراكمية من الابلايدرسيرش ودماجه بس اللي احنا عارفين انه ما اخدش فترة كافية في إنتاج الابلايدرسيرش فهننتج برضو اب وطواطن لفوق بس بشكل كومبرهنسيف شوية او متقدم شوية او هنتعب فيها شوية واضحة لشكل دا ولا حدا عنده وعليه سؤال ايوة هل في اي اسئلة دكتور لو ممكن فكرة الانداكتف توضحها بمثال مثلا لانها مش مصول بالمسائل او لو احنا حدنا مثلا افترض انه الاستاذة اية مثلا بتشتغل على التدخين ازاي نقل التدخين او اضرار التدخين او نقيس الوعي الخاص بالتدخين فمثلا يعني اعرضلك الشاشة لي وقولك ان انتي استي مثلا الوعي الخاص بالتدخين في النادي الاجتماعي بطنطن مثلا بس خلينا اعرضلك شكل برضو يساعد هو نفسه تاني بس مرسوم باليد انه ممكن يقرب الصورة احسن شوانا اه زهر عندك يا رصد ايه او زهري هان فدلوقتي انت حضارك هتتخيالي نفسك انت رسيرشر الاولاني اول واحد وليه بقى هتشتغلي ازاي على قياس او العمل على التفادي او اثار التدخين على المدخن هتقولي يا الله هبدأ بالتدخين صح؟ مش انتقنا كده وهقرى لتريتشر مش كده؟ واختار من اللتريتشر ما يناسب وعمل ديزاين هجمع ديتا اناليسز طلعت كده كده ايا خلصت عملت رسيرش وطلعت اوكم وطلعت اسمه اقرب ليه كويس لما ايا لقيت عندها مساحة وقت فبتقولي انا عملت ده في النادي الاجتماعي بتونتو في مانع يعني اعمله لنادي نقابة الصيادلة اللي موجود الناحية التانية او وفيه عدد من الرواد وعدد من المدخنين شبيه بنادي تونتو فيه ما يمنع؟ اه اذا هنا تاني او هتمشي فيه بنفس الخطوات صحي كده؟ اعم اعم فيه ما يمنع كمان تروحي لنادي مثلا مدينة المنصورة وتعملي كده؟ اعم طب نادي مدينة الاسكندرية ولا البحيرة فهنا لا يحصل ايه؟ انه غالبا هتعود تتحددي في مشكلات شبيهة وتستخدمي لتريتشر شبيهة وتستعملي ديزاين وتعديه عليه بما يناسب الظروف اللي في السياق ده او المشروع ده او التجربة دي وطلعي كتر انتاجك للرسيرش في المساحة دي يخلي اية تقود تقوليه طب ما تيجي يجمع الاربعين رسيرش اللي عملتهم دول او مش اتنين بس الميتين رسيرش اللي عملتهم دول وطلع منهم تصور عام ينفع لكل النوادي الاجتماعية التصور العام ده يشمل مجموعة من الـ المتغيرات او طريقة في التعامل مع المدخن بحيث يتوقف او يقلل من التدخين فلما تستخدمي المخرجات اللي جاية من الـ وتنتجي حاجة اسمها نظرية او نموذج انت ساعتها بتنتجي حاجة اسمها بيزيك رسيرش وطريقة الدمج ما بينهم اسمها وطحة الفكرة شوية او تمامي ذلك شكرا بعد شوية مسلا جات ايه برضو بتعمل الـ التالت اللي هو اللي بلون لا صفر اللي جاي ده الـ التالت ده كأنه كده متين واحد وهي بتعمل الـ التالت المتين واحد وعرفت الـ لما تيجي تقرأ تقول طيب ما نستخدم الـ التالت الاولاني بتاعي او التاني او الـ اللي هو بنون الاخضر ده اللي هو النظرية واحدة وكمة رسيرش يبقى عالجة بشكل اقوى وبعدين ترجع هي تاني او حد تاني طبعا ياخد الخلاصة اللي طلعة دي ويدمجها يطلع على الـ فلما تيجي قاية تشتغل المشروع الرابع او المشروع ربعمائة وواحد ولا ربعمائة واثنين هتعمل نفس الكلام ده وتستفيد بكل الرسيرش اللي فات واحد واثنين وثلاثة رسيرش واحد واثنين وثلاثة وموضل ايه وموضل بي او تي وان و تي وان داش كل اللي طلعت بيه وبالتابعية تب عملت رسيرش جديد وعملت بالتابعية على البيزيك رسيرش اللي هي بتاعناه طب هل لازم اية اللي تعمل الجانب ده وتعمل الجانب ده لا غالبا يعني هيبقى رسيرش اللي بيعمل الابلايد ده هيقعد فترة يعمل ابلايد رسيرش ابلايد رسيرش ابلايد رسيرش ابلايد رسيرش وبعد مساحة من الوقت هيلقي نفسه شوية محتاج يركز يتخصص في جمع الابلايد رسيرش ده ودمجه وتحويله لبايزيك رسيرش اللي هي بيسموها البحوث الاساسية البحوث الاساسيه دي بتطلع ايه؟ بتطلع نظرية، بتطلع نموذج بتطلع اللي هو موديل يعني مفهوم، ايه الفرق ما بينه؟ ما اشرحه برضو بس دي الحالة اللي بتمثل الانتاج البحثي العلمي سعينتفي برسيرش على جانبيه اوش طيب الجانب التطبيئي اسمه الديدكتف بيسموه احيانا يعني لو هنترجمها باللوعة العربية المنهج الاستنباطي البيزيك بيسموه اللي هو الاندكتف ازا كانت بيزيك بحوث اساسية الاندكتف بيسموه نموذج او المنهج الاستقرائي اللي هو يقرأ عدة حالات ويستخلص منها قعدة برضو فيه شكل تاني هنا يساعدكو اه في الجزئية دي اهيه ربي بس يكون دقيه اسهل مش اه دكتور رادبتايزة اسأل سؤال هدير انا انتختفيت وارجعت الفتبالي هنا انا للاسف الكنكتشن قطع عندي فانا يعني اه لحايت حضرتك على اخر كده بس كنت عايزة احريك احيانا لما بعمل ريسورش وبنزل كذا بيبر من على النت او كذا ريسورس يعني فيه حاجة بتقابدني اسمع ايه فانا بردو كنت عايزة احريك تقولي ايه هاي الميتاانالسيز الميتاانالسيز نوع من انواع الريسورش اللذي او التي تنتمي الى الاندكتف الميتاانالسيز بنجمع ايه يعني جاية لبس عندنا بدري شوية او يعني لاحقا ايه اتشايفاء البنون الاخضر اه اه او هي هي الطريقة اللي بنعمل بها بيزيك اللي هي عبارة عن ايه بالزبط بالزبط تقدر تشوفيها الشكل ده بالزبط يعني هي الشكل اللي انا كنت بتكلم عليه دلوقتي حالا اللي هو ان انا هجمع كل الاندكتف دي اهي كان كل الاندكتف يعملها جمع اه الفوقي الكبير ده بشوف صورة كلية بناء على اه ابحاث علمية منتجة في قطاعات واظروف ومختلفة بس هي نفس الاندكتف بتاعتي نفس الفينومنال اللي بدرسها انما في حالات متعددة ومعاملها بيسموها عكس الانالسيز هي اسمها يعني ما عليش اسمها بس هي يعني جمع للاستخلاص نتيجة كلية اللي هي برضو يرمز لها الشكل ده اللي هو هل انت بتاخد قاعدة عامة وطبقها قاعدة عامة وطبقها بقى يبقى كتر الابلايد رسيرش هو ابلايد رسيرش واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة كتر تطبيق الابلايد رسيرش ده يوصل ان احنا نستخلص صورة كلية استخلاص الصورة كلية هو ده اللي اسمه اكتر ينتمي للإندكتف اللي هو بينتج و احد التصميمات الكوبرا ليه هي الـ اه طبعا لانه لو اعتبتت على الانتجام التكورية حيث يكون بأقصر بأن اعتمد على التكورية العباء الانتجام التكورية؟ ليس الانتجام التكوري الانتجام التكوري طبعاً لأن الشخص او التكوري الذي قدملك هذا التكورية تعبدك كثيراً جميعاً لكي يستخلص شيئاً ولكن، ولكن، هو لما جمع البابرز الكتيرة دي، مش هيشرح لك البابرز دي بالتفصيل هنا الحالة دي، هو مش هيشرح لك البابرز دي بالتفصيل، هو هيتناول الخلاصات، فبقى بيتكلم على الخلاصات بشكل فوقي شوية علشان هو غرضه الأصلي يقول لنا، الخلاصة ودمجهم مع بعض ازاي عشان يطلع القاعدة أو النظرية فمداش كل بابر العمق التفصيلي المطلوب، لأن هو همه هنا يمسح عدد كبير، فهتبص تلاقي مثلا عنده حجم ضخم من اللتراتشير بيتكلم عنه، صح؟ طعيم فالحجم الضخم من اللتراتشير بيتكلم عنه، ما تديوش الفرصة ولا المقام يتحمل انه يخوت في تفاصيل كل بابر غرضه ايه؟ انه يدمج دول مع بعض يطلع قاعدة عامة، ساعتها انا لو القاعدة العامة هستخدمها، استخدمها اقول كده، لو القاعدة العامة مش هي دي بالظبط اللي استخدمها، وانا محتاجة اقرأ تفاصيل البيبرز التفصيلية، يبقى انا محتاجة اروح اقرأ تلاتين اربعين من المية او المتين بيبر اللي هو عرضهم بالتفصيل، لان ده ممكن يبقى افياد لي، وانا بطبق الابلايزر ساش نعم، 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 الشكل ده تاني او بيوضح فكرة انه الابلايزر ساش بيروح من العامل الخاص، او دي داكتف، دي داكتف شايفينها اللي على جنب دي داكتف، اتطبرها، اه، الدي داكتف او، الدي داكتف او، الدي داكتف هي قاعدة عامة، وبطبقها على الحالة بتاعتنا، الدي داكتف عدة حالات، بقرأ عدة حالات، واخرج منها بقاعدة عامة، ولذلك بيقولوا في بناء النظريات وبناء النمازج، طبعا الانسب هو داكتف، وحتى الدي داكتف لو بنى نموذج او موضل، بيبقى على قد الحالة بتاعته فقط، نقدرش يتجاوزها بالتعميم على الحالات الاخرى، واضحة كده الصورة شوية رو يكونوا تعبتوا، هادير، انت عايزة حاجة؟ لا لا خالص لا بقولوا حقيقة واضحة الاستاذ محمد اسماعيل، اين انت؟ انا موجود متابع؟ اه لا لا تماما احنا لسه النهارده بنتكلم على عامة، هي خطوات الريسرش ايه؟ وفرقها عن البروكوزل ايه؟ وهاهتم بايه؟ ويصح اركز مسلا اكتر من ايه؟ واحدة من الاشكال البيزيك ان انا الناس بتجمع باستخدام الميتا اناليسس عشان تخرج في شكل نظرية او نموذج، انا هبقى مطالب اكتر بايه؟ مطالب اكتر اعمل اللي هو بيستخدم فيه الطريقة اللي اسمها دي داكتب، اللي هي كم خطوة؟ ست خطوات يعني تعريف للسياق والمشكلة والموضوع اللي بتدرسه ترجع للساينز، تقيمه وتوسقه وتقول رأيك فيه يعني تصميم منهج علمي بحثي يربط ما بين الاتنين دول وبعدين اخد المنهج العلمي البحثي ده، اعمله تطبيق بجمع ديتا، واعمله فحص للديتا دي، اعملها فحص وطلع conclusion، يبقى انا كده طلعت رد وعلاج للمشكلة انا باتكلم عليه، اللي هو بيطلع بقى في شكل او بيطلع في شكل paper dissertation، اي ان كان القالب او النموذج التنفيذي الخاص بيه حد عنده سؤال في المنطقة دي، احنا فيه جزء طبعا يعني نحتاجين الكلم فيه اللي هو ازاي يعمل title اصلا، يعني احنا كنا بنتكلم دي خطوات research بشكل عام انما ازاي عمل title، عندنا ست مكونات تساعدنا شوية في كتاب title، ست مكونات بنقول دايما خليها في شكل سؤال قدر المصطفى او حوالين سؤال او شبه استفهام يعني قولينا منتج او خدمة معينة، ايه المنتج او الخدمة اللي بتتكلم عليها؟ تتكلم على التدخين، تتكلم على التعليم، تعليم online، تتكلم على digital banking، digital transformation، بتتكلم على donation او على funding agencies، على community based مثلا activities قولينا انت بقى بتقيس فيها ايه؟ بقيس efficiency او بقيس في ال community activities ال impact او بقيس مثلا في digital transformation ال acceptance او perception وهكذا فانت محتاج تحدد topic اللي هو موضوع ومحتاج تحدد منتج او خدمة بتشتغل عليها وحدد لنا تنفيذيا بقى على مستوى التشغيلي التنفيذي ده بينتمي لأني صناعة؟ والله دي صناعة الاعلام ولا صناعة التعليم ولا الاتصالات ولا البانكينج ولا صناعة العمل الخيري والعمل الخيري الاهلي يا ترى اللي هو حكومي شبه حكومي ولا عبرها عن ايه؟ قولينا الجغرافيا اللي بتتحرك فيها الجغرافيا السياق اللي بتتحرك فيه في المشروع ده هل هي بلد محافظة محافظتين بلدين؟ قولينا مين المستفيد؟ يعني مقصود هنا بالكستمر من هو المستفيد؟ ده المدخن ودينا مواصفاته والمدخن اللي عمره ايه؟ من اني جندر لقيمة الدخل بتاعه او مستوى الاجتماعي او مستوى التعليمي تكلمنا على ديجيال ترانسفورميشن لمن؟ لاني نوع من انواع العمل والمترددين او متعاملين معنا وهكذا، تتكلمنا على مستفيد يعني ميل ولا في ميل؟ طب اطفال رضع ولا امهات ولا امهات معيلة؟ ولا تتكلم على الاسرة المصرية التي تحتاج للدعم او التي لا تحتاج للدعم كلاس اي كلاس بي، بتكلمنا على التغير والنموذج الرقمي الجديد في إدارة المشاريع بالمملكة ولا كوفيد ناينتين واثروا على العملية التعليمية والتحول للانلاين وهل ده اولئة الامور قدرين يتابعوه؟ وهل عمل عملية كفاءة تعليمية عند الطالب ولا لا؟ تحديد كل ده، الحامش بس بيساعدك في صياغ التايتل، ده بيساعدك هنشتغل ازاي تفصيلا بعد كده؟ فلو طبقنا الستة دول هل نقدر نطلع كل واحد فينا بفكرة كده نشتغل عليها؟ لو طبقنا الست مكونات دول عندنا، وهنا دايما الكسطمر اتفقنا انه المستفيد مين يقدر يديني صياغة لعنوان بحسي يقدر يشتغل عليه؟ فيه الست مكونات دول تقريبا بالذات الناس اللي عايزة تشتغل على بيبر دلوقتي او عايزة تشتغل على مشروع تطبق فيه كل الشغل اللي بنوبه مين يتفضل؟ مشكوراً بيتفضل ونفكر سوا انا مثلاً انا هو انا شغلي في البنك انا جزيما قلت انا بشتغل ريسك مانجمونت فانا بقيم اداء البنوك بمعنى انا في الاول وفي الاخر انا ريسك مانجمونت للتريجري عندنا علشان اقول لهم البنك الاهلي مثلاً ما تربطوش ودايع مثلاً مع اكتش اس بي سي اكتر من خمسين مليون دولار وهكذا لدينا اللي يجب انقيم البنك غير 반�وانوك بمعنى الاسم المتجurosك الضوال المتجurosك او المتجربطieben انا التتعامل معها في حدود قديم F-M فالكوالسيون مثلا! ممكن نقول ıp evaluate% bank performance topic performance topic performance اا! تمام! B-banc performance القبيل هو ايه برتفوليو ولا risk rates؟ ولا ايه بالزبوت الproduct؟ اه واحنا مفروض بنامن evaluate% bank performance فهل تتدائب ريسك عموماً يعني أنا بعمل عموماً مش ريش باش يعني برضو بشي في البانكين آه ليش؟ لا يبقى بيرفورمانس أو بانكينج سيربسيز مسلا أو برودكس يعني كل الوكي صحيح؟ أو أنا ما بعملشي إفاليويتنج للبرودكس بتاعت البانك بتاعت البانك لا أنا بعمل إفاليويتنج للبانك ذات نفسه مليش دعوا بالبانكينج برودكس باقي برودكس يعني باقي برودكس ما هي أي خوق لونز مثلا ويلجيز وإلسيز وواتفر يعني فأنا مبارج دعوا فيها أنا بقيم البانك دعوا البانك بتتكلم على البرفورمانس للبانك آه طيب بيبقى إفاليويتشين بانكينج بيرفورمانس عظيم جدا لأنهي بالبالدة بتتكلم مصر طبعاً كلها مش جوز ولا صح؟ يعني ممكن أي حتة في العالم لا انت بتكلم عن ريسيرش بتاعك اه انا بنتكلم هنا على ريسيرش اللي ممكن محمد اسماعيل يشتغل عليه النهاردة وننتكلم على ممكة المستفيد من ده ممكن البنك المركزي مشانا خلاص يبقى أولينا for the purpose of مثلا central bank evaluation أو central bank regulation مش عارف يعني جيب الغرض اللي على أساسه central bank أتقدم له ده أو تتعامل مع هذا كأن مثلا central bank هادم ريبورت ده C مثلا لورلت بنك علشان ياخد أو IMF علشان ياخد مثلا بس انت بنسبالك أو يوارين ان هو يعني الريفورن بالضبط انت بتقدمه للبنك المركزي عشان تشوف تاخد فاند زيادة أو تأدي الدور اللي عليك كبنك أهلي مثلا اه ممكن باشا طيب مين تاني يقول لنا فكرة دي كده بانجنج أكتر وفاينانس مين يقول لنا حاجة اجتماعي تنموي ممكن اقولي حاجة يا دكتور اه تفضله اه اه انا كنت مفكر في حاجة خاصة بالCOVID-19 برضو اه ان هو ميجرينج يعني كيف الCOVID-19 افكتس الـ البرودكتيفتي اه يعني ديورنج الوركينج فروم هوم في الانترناشنال او في الانجيوز ان احنا الفترة اللي فاتت كلها يمكن قعدنا اشتغلنا من البيت ويمكن مفيش حد نزل خالص بس في نفس الوقت الشغلك هنماشي يعني فا احنا ليه عمالين ندفع فلوس ونقجر اماكن ونروح لشغل وننعم زحمة في الشارع طالما ان احنا كده كده قرردي اشتغلنا يمكن خمس شهور والخمس شهور كانوا يمكن اشتغلنا فيهم اكتر من الوقت من الوقت ان احنا بنروح في المكاتب يعني صحيح احنا كنت تفكر في حالة زي كده بس اه والله دي بيبر يا استاذة مروح انا شايف ان هي محددة جدا ورحة بتقيس الامباكت اه الخاص بالكوبيد ناينتين على البرودكتيفيتي اوف نختار السيجمال ممكن نقول مثلا ووركنج وومن بس نتكلم على السيدات بس يا ترى عالة البرودكتيفيتي بتاعتهم ولا عملت لهم مشاكل اكتر اه وممكن تتم بشكل اللي هو ناراتف فاكرة البيبر اللي انا واريتها لك بتاعت ناراتف دي فناخد ميتنجز مباشرة مع عدد مثلا عشرين او تلاتين ووركنج مثلا سينير فيميل في تنوع من برايفيت سكتر وبروفيت ونن بروفيت وبابليك سكتر وغيره من النتورك بتاعتك وبالتالي تقدر يطلعي بيبر فعلا فعلا في حدود شهر لشهرين هتبقى بروبلم وليتراتشا ريبيو وجامعتي ديتا في شكل كواليتيتف وعلقتي عليها كمانا فده دوب جدا لان عندنا توبيك وعندنا بلد والجميل في ده ايه برضو يا أستاذ عبدالله انه مجرد ما ربنا ينعم علينا بانه هذا الكوفيد يزول نقدر نكرر نفس كل حاجة يعني البروبلم هي هي والليتراتشا والديزاين احنا هنجمع ديتا جديدة نقول للناس ادلقتي يا أستاذة بعد ما رجعوك البنك وتنزلي تدوري العربية او تركابي المواصلات العامة وتعودي هناك وتجهزي اكل البيت قبل ما تنزلي ولما ترجعي تعملي كذا ولما تروح تعملي كذا انهي افضلك على البروباكتيبيتي ونسمع ونشوف بقى بس الميزة اللي عندنا بيبر كانت خلصت اثناء الكوفيد خلال الشهرين بتعوى الكوفيد ولا التلاتة ولا الستة وبعدها ونقيس الفرق ايه ده ممكن يبقى له جريد فاليو يعني في الشغل بتاعنا فممتاز يا أستاذة مرة لو قدرتي تمسكي دوقتي تستخدمي الناين المنتز موديل نعرف بيها ده وكذلك يا أستاذ محمد اسمعين انت عايز تبتدي دلوقتي على طول تكتب شكل البنكينج ايه اندستري يا ترى شكل البرفورمانس عامل ازاي لما اتكلم دوقتي على الناين المنتز موديل افكركم بيها ستجد انك بتعدي على المنتج والموديل العالمي والموديل العالمي والموديل العالمي والموديل العالمي وكيف تقصر على منتجات البنك او على اداءه الريسك لمل عمل ازاي نفس الكلاما به ده الأستاذة مروى نفس الكلاما به وبالتالي نقدر نتحرك الافكار الي مقالية كتايتل او كخطوات للأساس او كمكونات تفصيلية زي النهان الي المنتز نتعرض لها نقدر على أساسها نبتدي ناخد بوش كده نبتدي بنكتب problem دفنش الأستاذ عاية عندك أي مشاركة أو أي فكرة هي ممكن بكون مش هتعلقة قوي بـ COVID-19 إلا في ناحية واحدة برضو هي psychological شوية حتت إنه استخدام أن الـ psychology بتاعت الـ employers قلت قوي بالفترة بتاعت الـ COVID-19 فهل ده أثر على الاتجاية ولا ما أصرش يعني دلوقتي هل أنا كسيكولوجي بقى يعني هل أنا محتاجة كوجينتف سيكولوجي وكده بالنسبة للموظفين عندي والبهيبير بداعهم ممكن نقولها ممكن نقولها كده role أو the role أو the possible role of cognitive psychology on in pre-productivity on complete productivity during COVID-19 فنأخذ الـ Cognitive psychology ونشوف هي إيه عدة variable or variable الواحد وبتأثر إزاي على الـ productivity بتاعت الموظف أثناء الـ COVID-19 فهيبع عندنا ورقة بحثية ممكنة جدا ودايما يا جماعة ومن الحاجات اللي عايزة أبتدي أشجعكوا عليها تشتغلوا qualitative مش لازم quantitative بس إحنا نتكلم طبعا quantitative إنما لو أدينا qualitative حقه ممكن يديك فرصة إنك تنتج بشكل كمان أسرع وكريدبل وكواليتي طبعا ممكن الـ research اللي اقتراحته لأستاذة مروى تشترك معاك فيه لأستاذة هدير لو الأستاذة آية عايزة ممكن أنتم التلاتة تعملوا paper مع بعض وأنا هساعدكم فيها وتتنشر بس يعني هي السؤال عاوزين أو مش عاوزين بس يعني هي الفكرة كده هل في نية صافية خالصة لوجه الله ننتج paper ولا لا هتلايها يعني أنا مش عايز أقول شهر يعني بس هو ممكن خلال شهر كل أسبوع بنعمل واضح وكذا باللسامبلز اللي عندنا آآ دوكتور كنت عايزة عامل تمام خلاص يبقى كله تمام أنا بس كنت عايزة أضيف حاجة كمان على الالتر الأستاذ إقاية آآ أنا بس الجزء اللي هو السايكولوجي آآ إحنا الفترة اللي فاتت برضو كان حاجة مهم جدا بالنسبة لنا إحنا كمان عندنا في الورجانيزيشن وغيرها كمان يعني شبيه بيها جزء إن زي إن العاملين في الورجانيزيشن كلهم اتأثروا نفسيا في البنداميك إن هم في اللي كان هيفقد وظيفته وماشي عارفين الفانده هيجي مش هيجي كده فإحنا ما كانش عندنا من ضمن الماديكال يعني ما كانش في جزء النفسي ده خالص ولا السايكولوجي ولا أي حاجة فأول ما جي البنداميك ضفونا الجزء اللي هو السايكولوجي إذن إحنا نكلم حد يمكن كمان كانت بتبقى أونلاين لو في أي حد بيواجه مشكلة نفسية خوف من الكوفيد وخوف من أنه يفقد وظيفته أو أي حاجة فكان جزء مهم جدا السايكولوجيكال أفكتس على علينا يعني أو على الموظفين الضفونا أو الستابل أو البروفيكتيف بتاعتك والله يفكروا لو خبيتوا تدمجوا الأفكار دي كلها في بيبر واحدة مروة آية هدير تطلعوا حاجة مشتركة ممكن لو كل واحدة فيكم حتى لو اخترنا الموضوع بشكل عام كده بس كل واحدة فينا طبقيتوا بشكل مختلف في الكنتكست بتاعها برضو وارد فمروة تطبق في الأصيوب بس هدير بتطبق في المكان القرية آية بتطبق على النوادي الاجتماعية أو زي ما أنتم عايزين يعني مش لازم تبهيئ نفس البيبر ده ممكن يبقى نفس الافورتس بس كل واحدة فينا يجمع ديتا بشكل مختلف فننتج بيبر برلل يعني الأستاذ دكتور هو قبل ما ييجي أو في الإنسان فبقى في عندنا نيو 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 فأنا كنت بفكر في عملي نيو ويبقى نيو أو نيو 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 في مجموعة من الطلبة أو التلميذ اللي بيأخذوا التعليم في السنة الجديدة بال نيو نيو أنا بشتغل في مناطق زي مثلا جنوب صينا وفيها مدارس في الوديان مدارس بعيدة أوي ما بيوصلهاش أصلا الانترنت ما فيهاش infrastructure فدول هاي مست بروبلي هيكملوا بالطريقة العدية بال traditional learning physical learning كنت بفكر أن أنا شوية الريسورش بتاعي يبقى مور سبيفق أوي في حتذي البلندد learning كمان في variables كتيرة وفي stakeholders كتير طاما فالنوطة دي يعني one of the most important يعني طبق على online list دلوقتي وخصوصا اليونسيف كمان بتاع يعني شغال في digitalization بتاع material بتاع مش كمان مش مش كريكلة بس extra كريكلة material عن life skills وإزاي life skills تدخل تبقى حاجة أساسية مع الكريكلة من العدية فدي حيار انت يكون مثلا موضوعين ثلاثة كل واحد من دول ممكن يبقى paper لوحده أو يدمجوا كلهم paper مجمع بس كلها valid points وكلنا كده طبقنا الافكار الخاصة بال topic product question من من beneficiary geographic location ممكن يبقى جنوب سينة بس مش لازم مصر كلها لحيسية وخصوصية المكان ده مش وصل له connectivity كافية أو فهيبقى فيه بالشكل الفلاني أو physical فكل ده ممتاز وكان عندنا الاسبوع اللي فات يوم الخميس مؤتمر علمي كده عاملينه يعني مؤتمر مصغر يعني بنقرض فيه اوراق بحثية اللي علاقة بالتعليم والعلاقة بالعملية التعليمية لانه انا كنت شاركت في تطوير نموذج بشكل بحثي تنزانيا في يعني مهمة اوي يا استاذ والله مروى وهدير تبصوا على التجربة دي وهتلاو عندي على الفيسبوك بتاعي منزل لانه شير لكل الحاجات دي كلها على موقع اللي هي الشركة اللي قائمة في ده وهي شركة اكتر هي اقرب لشركة نام بروفت يعني فعملنا مشروع عدى تلات سنوات طبقناه حوالي 8 دول منهم لبنان وتنزانيا وماليزيا واندونيسيا واليمن وكانت في كتير من الاماكن يعني اماكن محدودة الامكانيات وجاب نتائج عظيمة طبيق النموذج ده الولاد قبلوا وبعدوا حاجة تانية خالص فقسنا قبل وقسنا اسناء وقسنا بعد وده دايما عشان كده بقول لك تقدر تقيس اسناء يعني اسناء ما بنعمل التجربة اللي حصل وقسنا بعدها فرقت ازاي فمهم بعتلكم البيبر كمان دي مش ما اتعرضتش او ما اعرضتاش في البيبر دي لانه الفريمورك اللي فيها وطريقة تنفيذها ممكن تبقى مناسبة جدا للحالة بتاعت البيت و البيت و يا استاذ اي عندنا حاجة اسمها فممكن البيبر دي ابعتها لكم برضو على ال whatsapp تشوفوها هتبقى مفيدة جدا في وضع اطار للدراسة او البيبر بتاعتكم فممتاز يعني احنا كده بنقرب وواضح ان كل واحد فينا عنده المشروع بتاعه يعني مش عايزين يبقى قاعدين نفكر برده يعني عايزين كل concept بناخده او من غير ما يبقى في خبرة طبيقية حقيقية بنتعلم من غير ما روح نمارس ده بنتعلم ونيجي نحية ونلاقي نفسنا خلصنا الكورس او خلصنا وما عندناش ورقة علمية منشورة وده مش صح ولا علمي ولا مفيد وانا ما ببقاش دايما مع الجامعات قوي اللي هي بتقول لا مش هتعمل كتيسس كاملة وانا نعمل حاجة مصغرة شوية مش ببقى معاه لانه لو نقدر خلال الفترة الأخيرة من الان بي اي مثلا 3 شهور ل6 شهور ننتج كاملة فنمر بالتجربة والخبرة كلها نمر بخبرة الخطوات اللي قلنا عليها ان انا نطبق بروبلم وليتريتشر وديزاين لانه عدم المرور على التجربة دي بيخلينا مش متحيلين ولا عندنا الخبرة الكافية فنخلص الماجستير ومعندناش الخبرة الحقيقة بتاعت دمج ال6 خطوات دول مع بعض واستخراج الconclusion وبالتالي ممكن ما ربقاش مؤاهلين او اني نعمل دي اللي هي البيزا كريسر طيب اي اسئلة في المرحلة دي دكتور انا كنت بقى سألك يعني انت تعالف عندما أخذ انت استاذي الآن عبدالبتور السليف كان عندنا طلبة يعني الثاني 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 الاساسي اللي قدمت له هو بدأت سويت فيه انه هو المجرين دائما الاجتوكيش ونستوزن فيرفورمس دور انك باندمي كوفيد ناينتين يوزن فيرس فرم مورك هذا الثاني 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 في مقافحة التدخين فترة طويلة تذكرت موضوع التدخين أكتر من مرة ففكرت في موضوع مثلا قلت الوصول بين المدخنين و المدخنين الفكرة زي كده يعني تأثير تأثير الآباء المدخنين على أبناهم خصوصا من سنة 12 إلى 16 أو 17 سنة فترة دخول المدخن عالم التدخين هل هذا الموضوع يعني فالد بس هو فالد بس ممكن أثناء دراستك أو تسجيلك لدراسة الدكتوراء في جامعة يعني مرتبطة بالنتاج تخصصك بزنس أو مالجمنت ممكن ترفض الموضوع لأنه أنت كده رايح ناحية سايكولوجي أكتر منه مالجمنت أو بزنس لو قدرت تعرض الفكرة ولاقت قبول مبدئي بس اعتراض على ارتبطها بعالم البيزنس أو عالم المنجمنت لو قدرت تربطها من حيث مثلا إضافة البرسبشن أو الانتنشن يعني الانتنشن ده ينتمي برضو للمنجمنت هل ده هيعمل انتنشن تويوز في عندنا يسميها انتنشن تويوز فهل ده هيعمل نية عند الولاد أنهما يقبلوا على التدخين أو يجربوا العملية في المدرسة في أثناء الدراسة في الزرور يعني اربطها بعنصر مانيجمنت وبيزنس المفروض تقبل إنما لو لم ترتبطت هيبقى ممكن أحد أو زباب الرفض الأساسية عدم مرتبطها بعالم البيزنس والمانيجمنت اللي هي الاساساسية تمام عايزة اديكم فاصل ونرجع ربع ساعة نكمل نعم دكتور عشان نصلي كمان ونش طيب عشان فروق التوييد كمان فهديكم فاصل ناخد فاصل لدي ربع ساعة كويس ساعة ونص حل ساعة ونص طيب نرجع طيب ما بلاش نرجع طيب طيب ربع ساعة طيب ربع ساعة شكرا جزيلا لحضرات شكرا